وبنعمل الروابط يلي تكونت عنا هاي اول رابطة هاي الرابطة التانية هاي الرابطة التالتة وهاي الرابطة الرابعة لو اجيت اسألك كم عدد الروابط يلي عملتها ذرة الكربون فبتحكي لي عملت اربعة روابط رابطة واحدة تنتين تلاتة اربعة طب كم عدد الروابط يلي عملتها ذرة الهيدروجين هاي ذرة الهيدروجين عملت رابطة واحدة فقط هذا الجزء يلي رسمنا لهو CH4 هو يعتبر أصغر مركب هيدرو كربوني جميع الروابط اللي كانت فيه كانت أحدية معناته كونه كل الروابط أحدية فبنطلق عليه اسم ألكان بدنا نتعرفها على الصيغة العامة للألكاناتية اللي هي CNH2N زائد تينين شعني CNH2N زائد تينين؟ يعني إذا كان عدد ذرات الكربون تينين فرح يكون عدد ذرات الهيدروجين ضعفها وزائد إلها تينين فلو إجينا بدنا نطلع على هذا السؤال لديك هذه المركبات أي منهم يمثل ألكان؟ تعالوا نطلع أول إشي على المركب الأول C2H6 عدد ذرات الكربون تينين وعدد ذرات الهيدروجين ستة تينين ضرب اتنين حسب القاعدة المشيين عندها هون تينين ضرب اتنين أربعة زائد تينين ستة إذن المركب الأول يمثل ألكان تعالوا على المركب الثاني C3H6 كم عدد ذرات الكربون تلات كم عدد ذرات الهيدروجين لازم تكون تلاتة في اتنين ستة زائد اتنين تمانية إذن هل هذا المركب يمثل ألكان؟ لا أما المثال الأخير C3H8 خلينا نجرب كم عدد ذرات الكربون تلات؟ كم عدد ذرات الهيدروجين تمانية تلاتة ضرب اتنين ستة زائد تنين تمانية إذن C2H6 يمثل ألكان وC3H8 يمثل برضو ألكان طب هاي الألكانات كيف بنقدر نسميها؟ هذا يلي بدنا نتعرف عليه هلأ لو إجينا بدنا نتطلع على الجدول الموجودة عندكم صفحة 55 بنلاحظ إنه كتبلنا أسماء الألكان ميثان، إيثان، بروفان، بيوتان، بنتان، هكسان، هبتان، أوكتان لاحظ إنه جميع أسماء الألكان تنتهي بالمقطع آن إذن أول شغلة بدنا نتعرف عليها إنه حتى أسمي أنا هذا الألكان لازم نتأكد إنه المركب الموجود عندي ألكان وكيف منتأكد لما تكون الصيغة العاملة إلوه CNH2N زائد تنت تاني إشي بدنا نتعرف على أسماء ذرات الكربون وهي عبارة عن أسماء يونانية ميث ذرة الكربون الأولى، إيث ذرة الكربون الثانية، بروب ذرة الكربون الثالثة، بيوت ذرة الكربون الرابعة، بنت ذرة الكربون الخامسة، وهكس ذرة الكربون السادسة، هبت ذرة الكربون السابعة، أوكت ذرة الكربون الثامنة إذن علينا أول إشي أنه نحفظ أسماء ذرات الكربون بعدين إذا كان فيه عندي الصيغة العامة CNH2N زائد تينين منضيف المقطع آن فبيصلح مثلا ميثان، بروبان، هكسان إجا السؤال سمي المركبات الهايروكربونية الآتية حكينا أول إشي لازم نتأكد هو بينتمي لأني عائلة خلينا نطلع على المركب الأول اللي هو C5H12 كم عدد ذرات الكربون 5؟ كم عدد ذرات الهايدروجين 12؟ 5 ب 12 زائد تينين 12 إذن هو ينتمي إلى عائلة ألكان إذن رح ينتهي المقطع تبعه بالاسم آن طيب شو اسم ذرات الكربون الخامسة؟ سميناها بنت ومع المقطع آن بتصير اسمها بنتان نيجي على المركب الثاني C6H6 كم عدد ذرات الكربون 6؟ كم عدد ذرات الهايدروجين 6؟ إذن هل هذا يمثل الألكان؟ لا C13H24 كم عدد ذرات الكربون 13؟ كم عدد ذرات الهايدروجين 24؟ نتأكد هل هو ألكان ولا لا 13 ضرب 2 26 زائد 2 28 إذن فقط المركب الأول اللي هو ألكان أسمينا بنتان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر